ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا برضب من الله وضربت عليهم المسكنة ضربت عليهم الذلة وجعل الله الذلة والهوان أمرا لازما لا يفارق اليهود في كل زمان ومكان والفعل ضرب من الضرب وهو التقاء جسم بجسم آخر بشدة والمعنى المقصود من ذلك أن الذل ملازما لهم محيط بهم متمكن بهم من كل جانب فهم أذلاء محتقرون أينما وجدوا ويشهد التاريخ على ذلتهم في كل زمان ومكان أذلهم هتلر في الحرب العالمية الأولى والثانية وأذلهم العرب لما اتحدت كلمتهم في حرب أكتوبر مجيدة وما زالوا يذلون على أيدي رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه إلى يوم القيامة إلا بحبل من الله والحبل هو العهد والميثاق وحبل الله هو الإسلام أو عقد الزمة أو عقد الجزية فحبل الله هو ما شرعه الله لنا وما شرعه الله لنا الوفاء به واجب وحبل من الناس يأمنون به على أنفسهم وأموالهم مع المسلمين وغير المسلمين وبدون هذا الحبل تضرب عليهم الذلة ويعيشون تحت أقدام غيرهم من الأمم ويشهد التاريخ على ذلك فرضوا بالذل في مصر وعاشوا عبيدا تحت أقدام المصريين وظلوا عبيدا في بلاد بابل حتى ظهر كورش ملك الفرس فساعده اليهود في الانتصار على بابل ووصفوه بالمسيح المنتظر وقدم كورش لهم وعدا بالعودة إلى فلسطين ولم يستطيعوا الدفاع عن بلادهم ضد الروم وظلوا عبيدا تحت أقدامهم وحين برز المسلمون ككوة عالمية كان اليهود يحاولون كسب ودهم وكانوا يتجسسون لهم على الروم وحين ظهر هولاكو في المشرق أرسل إليه يهود بغداد وقدموا له المال والمشورة فلما دخل هولاكو وجيشه إلى بغداد وقتلوا الخليفة ومليون من المسلمين لم يقتل أحد من اليهود بل سلمت أموالهم من السلب والنهب أيضا ثم انتقلوا إلى أوروبا وظلوا عبيدا تحت أقدام فرنسا وبريطانيا فكان وعد بيلفور لهم بالعودة إلى فلسطين مرة أخرى وعندما وقعت الحرب العالمية الثانية وتحول مركز القوة إلى الولايات المتحدة الأمريكية كونوا في الولايات المتحدة في وقت قصير لوبي يهودي منظم أصبح هو أداة التأثير الكبرى في صناعة وتوجيه السياسة الأمريكية وأثناء الحرب الباردة بين أمريكا والاتحاد السوفيتي كان لهم لوبي يهودي قوي في الاتحاد السوفيتي ويتجه اليهود الآن إلى الصين باعتبارها القوة الاقتصادية الكبيرة الواعدة فلولا حماية الدول الكبرى لليهود لاختفوا منذ سنوات ولم يبقى لهم مجود وباءوا بغضب من الله ورجعوا بغضب من الله مستحقين له ومن غضب الله عليه غضبت عليه الملائكة جميعا وغضب أيضا المؤمنون وإحنا في كل صلاة بنكرر ونقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم وضربت عليهم المسكنة طيب وإيه الفرق بين الذلة والمسكنة معنى الذلة انكسار بأسباب من الخارج كهزيمة من الأعداء مثلا أما بقى المسكنة فهي تنشأ من داخل النفس نتيجة لبعدها عن الحق وحبها للدنيا وما فيها من شهوات محرمة ومي يهن الله فما له من مكرم ولو نظرت إلى أي يهدي مهما كان في قوة ومنعة لوجدت في عينيه الذلة والانكسار ولكن ما السبب في ذلتهم وانكسارهم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله فكانوا يكفرون بآيات الله الموجودة في كتبهم والدال على صدق محمد صلى الله عليه وسلم وكانوا يكفرون بالإنجيل والقرآن وكانوا يكفرون بآيات الله ومعجزاته وكانوا يكفرون بآيات الله الكونية الدل على وحدانيته وربوبيته ولو خدت بالك من زمن للفعل يكفرون فهو الزمن المضارع ويفيد التجدد والاستمرار وأضافوا إلى ذلك أمرا عظيما ويقتلون الأنبياء بغير حق وأي حق في قتل الأنبياء دعاة الحق الذين أرسلهم الله لهدايتهم قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كانت بني إسرائيل في اليوم تقتل ثلاثمائة نبي ثم يقيمون سوق بقلهم من آخر النهار وقال الرسول صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتله نبي أو قتل نبي ولكن هل قتل اليهود المعاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم أنبياء بني إسرائيل من رضي بفعل الآباء والأجداد من قتل الأنبياء كان كمن قتل فالرضى بالقتل قتل وأضف إلى ذلك أنهم حاولوا مرارا وتكرارا قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الله تعالى كف أيديهم الأثيم عنه طيب عندنا نقطة لغوية ما هو الفرق بين الأنبياء والنبيين الأنبياء جمع تكسير لنبي وهو جمع كثرة أما النبيين فجمع مذكر سالم لنبي وهو جمع خلة ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ومعنى المعصية هو الخروج عن طاعة الله أما الاعتداء فهو تجاوز الحد الذي حده الله تعالى لعباده بدأ الموضوع بارتكاب الصغائر حتى هانت على النفس فانتقلوا إلى الكبائر ثم انتهى بهم الأمر إلى ارتكاب أكبر الكبائر الكفر بالله وآياته وقتل الأنبياء وهو ده الدرس المهم لنا لا تستهن أبدا بالصغائر وإن كنا نعصي الله أحيانا لكن لابد أن نقره تلك المعصية من قلوبنا نسأل الله العظيم الثبات على الإسلام والإيمان إلى أن نلقاه جزاكم الله خيرا ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا برضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون وكانوا يعتدون ترجمة نانسي قنقر